السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة شهر ربيع الأول تحول عالمنا الإفتراضي والواقعي لسجالات وخصومات ونقاشات تختص بالاحتفال بالمولد النبو الشريع أنا في هذا المقطع لا أريد أن أقول مع مين الحق لأن مسألة خلافية ومن مئات السنين ولها مطانها التي يمكن أن يبحث عنها ويشوف الحق مع مين أنا في هذا المقطع أريد أن أركز على موضوع بعض الأداب بموضوع الخلاف خاص بموضوع المولد والنقطة الأولى نحن ننسى أن المجيزين والمانعين انطلقوا أساساً أنهم سيعبون النبي صلى الله عليه وسلم تعالى أنكgging بالنسبة لأنه هو هو يبدأني له�icking علشان لك أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت كمال تتكلم مع هذا للتحامل هذه الدين وحن يحب النبي صلى الله عليه وسلم على الأسلوب التي ترونهمBERوا فيتحامل مع بعضها بوسائل التواصل الاجتماعي على الفيس بوك وايد كدار óسلوب مدى له الجميع سأتحدى مثلاً اللامانع يتكلم عنّ المجيز لنا سنة ولكم والبدعة لنا الاتباع ولكم والابتداع يعني اخر مرة انا شفت هالاسلوب بفيلم الرسالة اللهم مولانا ولا مولا لكم وبيجي المجيز بيحكي مع المانع سنحتفل رغما عنكم سنقيم الاحتفال رغما عن الف المانعين بتحس انه وطل موضوع حب صر موضوع انتقام فاول لقطة انه نحن نتعامل مع بعض على اساس انه الاثنين منحب النبي لقد اختلفنا بطريقة التعبير في ح billingible وهناس نتناقش في روا بهذه المسألة او التو سوف تشاهدون worthy اجازوا الاحتفال بلاد النبي اتهمو كل ما احتفله انه عنده ملقف Investment لم يحبه النبي صلى الله عليه وسلم القرون THE 3 الاول ومش بس القرون اول خمس قرون ما حدا احتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بطل يحب اللب سوف ينحب النبي الصلى الله عليه وسلم و Benim taking what am I because ابو الهب احتفل بولادة the.ل구 انوا احتفلت بولد النبي Sallallahu alaikum ياما فيالكم من الله بهت 구독 يعني اهم كُلُ هُول ما يحبُون النبي Sallallahu alaikum كلُ هُول أبو لها أفضل منه و بالمقابل بيجي لك بعض المانعين بيقول لك ما في حدا بيحتفل بالنبي Sallallahu alaikum إلا وهو يزعب أن محمد Sallallahu alaikum أخان الرسالة و بيستدل بقول نيم مالك uly снимت إطلاinquين فقد من زعم أن محمد Sallallahu alaikum فكلام الإمام مالك ليس على كل شخص بالعام بالبداع الكبرى وإلا مثلا من قال بالبداع الحسن وبداع السيئة مما يُنسب إليه الإمام الشافع والإمام النوو والإمام الحاجة والحجر بعد ذلك الآن أكثر من 100 عالم قالوا بهذه المسألة فخلينا نحترم العلماء والفضلاء يلي من أصحاب القول الأول والقول الثاني قبل أن نطلق الأحكام خلينا نركز شمي وخال نفس النقطة الثالثة أنه بحال أنا وياك أتناقشنا بالأسلوب وبرواء المجيز مقتنع مع المانع والمانع مقتنع مع المجيز ما إذا رجع راح احتفل أو ما احتفل أحط عليه دقطة القضية منها اتباع هوا قضية اتباع أدل وهنا عنده الأدل وهنا الأدل بس في شيء أقوى من شيء طبعا ولو علماء سابقا اختلفوا بسائل أعظم من هيك وأكبر من هيك مع هيك ما حصل بينهم تدافر ولا تدافر بالعكس خالفني بهذه المسألة بعرف حجم المسألة قداش هي بعد أني طلب صغير يعني إذا أنت عم تشوف هالمقطع وحابب التموى إذا أنت عم تشوف المقطع من اليوتيوب اعمل اشتراك وفيه جرس كمان لما تعمل اشتراك كمان تغطي عشان يوصلك كل شيء وإذا عم تتابع من الفيسبوك وعمل متابعة محناك الله ومحمدك نشهد ولا إله إلا أن نستغفركم وعاتب إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته